موسيقى السلام عليكم وحياكم الله في أقوى استعراض لقوة الـ Graphics في الألعاب هذه السنة هنا على True Gaming وصلنا من Zotec ما قصروا كرتهم الجديد 380 RTX التي أطلقتها Nvidia مؤخراً هذه نسخة Zotec كل شركة طبعاً لديها نسخته القادصة العلبة تلمع ماشاء الله مع لضاءة ما علينا من العلبة لأن الكرت هنا مركب في الجهاز هذا اللي وراي طبعاً هذا الجهاز هو اللي سوينا علي اختبارات الأداء كلها حقتنا مواصفاته موجودة تحت في الـ description بتشوفون الأرقام اللي قدرنا نجيبها اللي بنعطيكم نظرة صادقة لقدرات هذا الكرت لماذا؟ الكرت هذا السعر 700 دولار في السعودية السعر اللي يعلنوني يا انفيديا 2940 ريال أوكي؟ هذا السعر مقارنة بالكرت الماضي 28Ti أرخص بكثير الكرت 28Ti نزل تقريباً شيء قريب من ضعف السعر من 1200 إلى 1300 دولار كان أغلب كثير هذا الكرت مو بس أرخص يعطيك هداء أقوى سوي المقارنة خلونا الآن نبدأ التستنج طبعاً نخترنا مجموعة من الألعاب المهمة والجديدة وخصوصاً ركزنا على موضوع ريت ريسنج لأن ريت ريسنج مهم في كل الألعاب الجاية أوكي؟ وكروت انفيديا تركز عليها وتقدمها بشكل خرافي أوكي؟ فنبين نتربها نبين نشوف كيف لما نحط ريت ريسنج يكون أداء الكرت نحن شدنا عليه حطينا الإعدادات كلها على الألترا عشان نشوف يكح معنا أو لا الكرت فنعطيكم الأرقام ونعطيكم كل شيء طبعاً زميلي حسن ورا الكاميرا مصورنا رهيب قاعد يلعب وراي لعبة كنترول واحدة من أفضل الألعاب في ريت ريسنج على البي سي فنعلمكم ايش سوينا بالضبط لكن قبل أن نبدأ أعلمكم عن شيء بخصوص كرت زوتاك هذا عليه ضمان محلي عندنا ثلاث سنوات من المصنع زوتاك كذا شريته من هنا وإذا سويت تسجيل في موقعهم تأخذ سنتين إضافية يعني مجموع خمس سنوات طيب بالكرت الجديد سوين اختباراتنا على دقتين مختلفة 4K و 2K أو 2K طبعاً اللي هي الـ 440P نبدأ بكنترول طبعاً أعدادات اللعبة من ناحية الجرافيكس حطينا كل شيء على الألترا بالإضافة لذلك كنترول كان فيها أعدادات خاصة باللي تريسنج كنترول تستخدم تقنية DLSS من انفيديا ونحن فعلناها بهذا الفيديو DLSS تعطيك تستخدم دقة أقل عشان تعطيك 4K وبنفس الوقت تعطيك إطارات أعلى من المعتاد طبعاً هنا الـ DLSS تعطيناه على 2K ويرفعه للـ 4K فإيش النتيجة اللي جت معنا؟ الأرقام اللي نعطيكم إياها كلها اليوم بتكون معدل معدل يعني معدل إطارات ما بين الأقصى شيء جبنان وأقل شيء جبنان ونجمع بينهم عشان نعطيكم المعدل اللي هو بيكون أقرب للنتيجة اللي بتحصلون عليها في غالب الوقت فكنترول لما حطينا كل شيء على أعلى إعدادات ممكنة على الإطلاق في اللعبة من كل نواحي جابت لنا 58 إطار بالثانية كمعدل على 4K هذا الشاشة اللي ورانا 4K اللي نلعب عليها لما حولنا على 2K دقة 2K نزلنا الدقة للنصف قريباً يعني عطتنا 74 إطار بالثانية مع كرت 380 بالمقارنة مع 2080 Ti كان يجيب بأعلى إعدادات في كل شيء في 4K مع تريس ريسنج على أعلى شيء كان يجيب معدل إطارات 41 إطار بالثانية طبعاً راح تلاحظون معنا في أغلب المقارنة طبعاً تفوق 380 واضح بكل شيء وأيضاً تقريباً نسبة التفوق تقارب 30% ننتقل للعبة ثانية Death Stranding من الألعاب الحديثة اللي نزلتها السنة على البيسي وأيضاً تدعم DLSS طيب كرتنا 3080 كم جاب لنا معدد ونحن نلعب على 4K أعلى إعدادات في كل شيء بدون ما نفعل DLSS جبنا 97 إطار في الثانية كمعدل رقم مهول رقم مهول هذا ما شغلنا DLSS مع DLSS على 4K قدرنا نجيب 130 إطار في الثانية كمعدل لما شغلنا دقة 2K بدون DLSS جبنا 150 إطار في الثانية على هذا الكرت 3080 أما الكرت السابق 2080 Ti كنا نجيب 65 إطار في الثانية بأعلى إعدادات في كل شيء بدون DLSS مع تفعيل DLSS دقة 4K على كرت 2080 Ti يدرنا نجيب 108 إطار في الثانية كمعدل قفصة كبيرة أيضاً من 108 إلى 130 مع DLSS ننتقل للعبة الثانية ماينكرافت أيضاً من الألعاب التي تدعم ريت ريسنج مع أن الجرافيكس بسيط وكل شيء بكرت 3080 دقة 4K أعلى إعدادات قدرنا نجيب 80 إطار في الثانية كمعدل ولما حولنا على دقة 2K قدرنا نجيب 100 إطار في الثانية كمعدل بالمقارنة بكرت 2080 Ti كنا نجيب 59 إطار في الثانية في دقة 4K على أعلى إعدادات في ماينكرافت لعبتنا الأخيرة اليوم في اختبار العداء لعبة استهلاكها قوي جداً ومتطلبة اللي هي Battlefield V طبعاً لعبنا الطور الفردي بتشوفون لقطات من اللعب اللي سجلناه حنا قدرنا نجيب 60 إطار بالثانية على أعدادات 4K أعلى شيء في Battlefield V كل شيء أعلى شيء وفي 4K دقة حقيقية 60 إطار بالثانية ولما حولنا على 2K قدرنا نجيب 80 إطار بالثانية مع كرت 3080 للمقارنة كرت 2080 Ti اللي يعتبر كرت أغلى يوم ما نزل أوكي قدرنا نجيب معاه 43 إطار بالثانية لما نحطينا الإعدادات على 4K وأعلى شيء ممكن طيب من ناحية اختبار الأداء للألعاب واضح جداً أن كرت 380 يقدم أداء أحسن من 2080 Ti بفرق وبسعر أقل سعر تنافسه فعلاً أتكلم عن بعض الأشياء المهمة الثانية عندنا الباور كونسوبشن أو استهلاك الطاقة في الكرت هذا استهلاك الطاقة في الكرت هذا أعلى من الكرت الماضي كرت 2080 Ti حسب معلومات في فيديو كان استهلاكه للطاقة 277 واط في المقابل كرت 3080 الجديد سيكون استهلاكه للطاقة 320 واط وبعض اختبارات الأداء التي قرأتها صراحة يقولون أنهم حتى قدروا يوصلون أعلى من 320 واط يعني يمكن شوي 320 واط متحفظة شوي النصيحة طبعاً هذا ما بيضركم الكرت صوته هادي جداً أنا بالكاد أسمعه وراي ونحن نلعب كنترول الكرت هادي لكن النصيحة تأخذون باور سبلاي يكون 700 و 750 واط وأكثر عشان تكونون في السليم إذا جيتوا تبنون جهاز جديد بناء على هذا الكرت طبعاً أيضاً اختبار الحرارة حق الكرت مع الألعاب اللي شغلناها لاحظنا في أول لعبتين اللي هم Death Stranding و Control كان الفرق بسيط جداً في Battlefield V الفرق صار أكبر شوي لكن يبقى رقم قريب في Minecraft كان الفرق جداً كبير معنا طبعاً هذا بالنسبة ليش لحرارة الكرت وقت استخدام هذه الألعاب طبعاً المهم هي الألعاب الضخمة والمتطلبة واللي شفنا لنا الأرقام قريبة جداً طيب الآن في نهاية الفيديو صرنا شفنا أداء الكرت نقدر نقول كخلاصة لا مجالة للشك هذا أفضل كرت غرافيكس موجود في السوق حالياً وما كنا شكين في هذا الشيء من يوم ما جعنا الكرت لكن مين مفروض يأخذه الآن أنا أعتقد لو كان عندك كرت RTX 1080 1080 Ti مليون بالمئة هذا وقت مناسب جداً لك أنك تسوي أبغريد وبتحس بفارق كبير جداً بالأداء طبعاً الكرت هذا بيكون رهيب للي يدورون أنهم يلعبون الألعاب بأقصى أداء ممكن أنت عندك شاشة 4K هذا شيء ضروري هذا الكرت بالمقام الأول اللي مستخدمين اللي يحبون يلعبون ألعابهم 4K يبغى ليتريسنج يبغى أفخم تجربة غرافيكس ممكنة هذا الكرت لك إذا أنت صاحب ألعاب تنافسية تبغى معدل إطارات حالي في ألعابك فهذا الكرت أيضاً بناسبك أي أحد يلعب على شاشة 1080 أي أحد يلعب على شاشة 1080 أي أحد يلعب على شاشة 1080 أبعد أبداً الكرت هناك خيارات أفضل لك ثانية لذلك أبعد عن هذا الكرت توق شاري كروت السنة الماضية 2080 Ti مثلاً وما حولها من اللي ينزلوا سوبر وكذا ما بيكون الأبغريد حقك نفس جودة أبغريد الناس اللي يخذوا الجيل اللي قبله موجود أبغريد زي ما قلنا في فرق بالعداء حوال 30% يعني أنا بالنسبة لي الألعاب اللي كانت لما استعرضنا معكم 2080 Ti الألعاب اللي كانت تكح كذا مع الألعاب 4K ما تجيب 60 إطار تجيب 40 45 هذا كرت بيرايحك من دي المشكلة أبد ال60 مضمونة مع الألعاب 4K كلها تقريباً فاللي يحب 4K و يريد شيء مريح هذا عندك طبعاً لا زال فيه كرت أقوى جاي في الطريق هذا يعني بمبالغة كبيرة هذا يعني خلوه في وقته خلوه في وقته تابعونا في التروقيم إن شاء الله تشوفون عنا أشكر زوتك مرة ثانية أوكي على إعطائنا الكرت تمني كل استعراض أعجبكم هذه المراجعة يعني حاولنا فيها نقدم لكم كل شيء عن هذا الكرت الجديد نتخليكم مضمنين من النتائج إحنا جبناها بنفسنا قارنوها مع الزمل الإعلاميين الثانيين اللي يسووا مراجعات عشان تشوفون إيش تاخذون نظرة عامة ممكن يختلف قطعنا عن قطعهم الجهاز اللي بناينا وراء يمكن يختلف عنهم تشوفون إيش النظرة الكاملة للكرت كان معكم محمد البسيمي يعطيكم العافية دائماً على متابعتنا في تروقيمينج شتركوا في القناة أعطونا لايك على الفيديو وبدنا الآن نشوفكم في فيديو قادم مع السلامة